اهلا بحضراتكم بعض الفاصل احنا بنحاول نفسس كرة اليد المصرية واللي هي وصلت له عشان بعض الناس تتعرف مش كرة القدم بس لان بعض الاهالي بعوز ابنها يطلع محمد صلاح ما وفقش في كرة القدم ينقل لكرة اليد ما وفقش في كرة اليد ينقل لكرة الماء يروح البدل للوقتي يروح تينس يروح سكواش يعني كل لعب مفتوحة سيبوا الولاد هي اللي تختار بالميول بتاعتها بشي احنا اللي نرفت عليهم لازم تلعب كرة ونقلبش كرة خلاص وقعد في البيت لا الكلام ده بش موجود كابتن ياسر هبدأ اتكلم في مهمة احنا اتكلمت باتكلم على الملاعب هل عندنا الكم من الملاعب كده انا سواء تلك السؤال لك الملاعب بتاعتنا هل جاهز انها تساعد ان تطلع مقارات نفس الوقت عاوز اقولك هل وفرة الملاعب موجودة عندنا اللي هي تطلع لك او قاعدة كبيرة من لعب كرة اليد المصرية طبعا احنا عندنا الملاعب بس عندنا مشاكل فيها لان احنا تكمل فرق تكمل فرق كبير جدا ويعني احنا كنا مضمن المقترحات ان احنا اقترحنا ان احنا نقفل ملعب بحيث ان احنا نقدر نتمرم فيه صفهو الشتا صبحوا بالليل هيخف كتير قوي عننا لان احنا عندنا ساعات الأكاديميات بتخش وسط الملاعب عندنا مثلا احنا عندنا قحمس ملاعب بمدينة ناصر ايوه فساعات الأكاديميات ليها ايام فيها فالايام دي بتأثر على الفرقة التانية اصحاب بتلاقي يعني سانفات كان فيه فرقتين بيتمرن في ملعب واحد فرقتين اه واحد واخد نص ملعب هنا واحد نص الملعب فالكلام ده يعني ما بيأثر لازم فيه كم من الملاعب موجودة متوفرة اه او نسهل في حاجات معنا مثلا انا عندي مشكلة يعني احداك اثارت الموضوع انه هو المدير الفاني يبص على فرق قطاع النشائي اللي هو اما المرتبط طب انا المرتبط بيتمرم في حتة والدرجة اللي اقوله بيتمرم في حتة تاني ومفوض ده توفر له ملعب يكون جنبك على طول عشان يقدر هو يتابع يشوف اللعيب لا هو بيشوفهم مثلا في المطش اللعيب مش موفق في المطش ده بالزبط كده فما بيحطش عينه عليه لكن انت ما تبقى من وقت للتاني انا مثلا تمريني قبل تمرين الدرجة الاولى او بعديه هيقدر يقعد شوية يبص على اللعيب لا على مستوى مصر كلها ولا على مستوى النادي لا انا بكلم عن نادي الاهل انا بكلم عن نادي الاهل اكمل ما فيه عندك بقى الفرق بتاع التجمع والخامس بتاع 6 اكتوبر الاساسي عندي مدينة نصر مدينة نصر يعني التجمع هيبقى فيه اكاديميات الوقت يبتدى تشتغل والا 6 اكتوبر والا ست اكتوبر نفس الكلام اكاديميات شغلة هناك حيث ان يخف الضغط شوي عن الملاعب اللي عندك بأنا ما اقدرش يحول الفرق للتجمع او مدينة نصر دلوقت مم يعني هتبقى لسه كل حاجة ما نوزتك هتبقى فيه مشكلة ناس مرتبطة خلاص بال طب بتحلوها ازاي بقى بتنسك في موضوع الموقع بس يعني ممكن أنا أسأل أن Iyya خد الفرقة يعني المشكلة بتاعت الملعب عندنا بتاعت الصالة نفسها أن عندي مشكلة فيها أن الصالة بتدت الأرضية لازم تتغير في إصابات لا거나 like لازم تتغير الملعب كله من تحتعتم مش مطابق حتى الموثفات لي Fel bagian ago في الجزيرة اللاة الصالة المغطى في الجزيرة في الجزيرة فيها مشكلة هت구 تبتولي في ملعب مفتوح عاوز إذا تغطيها يعني أنا عندي ملعب في الجزيرة أو ده كان بتاعة ملعب الهندبول كانوا واخدين منها ملعب الهندبول والتانيين عاملينهم الأعضاء اللي يلعبوا كرة وخماسية وكده أنا لو قفلت الملعب دوت بشكل مبسط لفرق المرتبط طيب ما هنهيجوا لك بتوع الأعضاء اللي بيلعبوا كرة يلعب في الوقت الفاضي يلعب أنا معليش مشكلة بس أنا أعمل الصالة ديت للفرق بتاعتي بدلا أنا.. يعني أنا عندي فريتين بيتمرانوا في السلام ممكن يلعبوا عليها على الصالة كمان بقى لما تتقفل يبقى فيها وقت ممكن يلعبوا عليه فتبقى مناسبة حتى كمان ممكن يلعب عليها متشوقت ما تكلمش مع الكابتن خالد العوض ينقل الكلام ده لا تكلمنا طبعا تكلمنا وقدمنا مقترح الموضوع ده من السنة اللي فات بس إنه يلاقيه ضغط في حاجات كتير نعم إنه يلاقيه ضغط في حاجات كتير إحنا عشان كده إحنا ما بنتغطش أول لما بنلاقي حاجات في حاجات بالناس بتتجاوب معنا فيها أنا عارف إنه هما الناس مش مأثرة في حاجة صراحة يعني فبنخليها وقت تاني نتكلم فيها يعني نطرح الموضوع ده نأتجله شوي بتاخد أولويات طب يعني عندك الملعب اللي إنت حاليا بتتمرن عليها إنت شاف إنه ملعب بتاع الجزيرة لازم يتغير الأرضية لازم يتغير والإدارة آه لا ما فيه تجاه إنه هما يتغيروا طب إنت لما هتتغير الملعب ده إحنا كلها بتتمرن برا بك كلها بتتمرن برا آه فده هيخد وقت بقى ولا ما عرفش بصراحة يعني هما لسه نبدأوش فيها بس هل إنت لما بيجيب لعيب صغير وبتدرب برا النادي الأهلي لما بيجي يلعب ما بيحسش بالانتماء اللي كان بيتدرب هو داخل جدران النادي الأهلي بتدرب في أي حتة تانية؟ ده هو في الآخر هو منتامي النادي الأهلي منتامي النادي الأهلي آه وبعدين المدرب بتبقى متوقفة على المدرب والمجموعة اللعيبة لأن فيه فيه لعيبة كتير يتربت في النادي الأهلي نعم بتنقل الثقافة دي لأي حد داخل عليهم نعم يعني لازم هيشرب للموضوع ده هيشربه لأن المجموعة اللي تربت في النادي الأهلي بتنقله الفكرة دي أن النادي الأهلي احنا مركز أول طيب عبدأ بقى أتكلم في جزئية تانية هو كابتن ياسر لبيب ومنتخب مصر تدخلت منتخب مصر سنة كم؟ أنا دخلت منتخب مصر ناشئين سنة الثمانين ثمانين وثلاثة وتمانين منتخب الأول أعدت كم سنة في المنتخب الأول؟ من ثلاثة وتمانين لحد أطلنطا 96 مين اللي قال أن ياسر لبيب لازم يبقى أساسي في المنتخب أو اختيارك للمنتخب؟ لا ما فيش يعني أنا بدأت مدربين من اللي شافك؟ كان فيه سامير عبدالدايم الله يرحمه ده من الناس اللي بدأت معاهم في المنتخبات وكان فيه بعد دكتور مونير جيرجس ده أستاذ اللي بدأت معايا سنة الثمانين ههم كريم مراب كريم مراب هو اللي قاله لازم تبقى موجود في المنتخب ده بداية منتخب الناشئين كان معاهم في الفترة دي مين كان أنتيمك في المنتخب؟ من مثلا من نادي الزمالك أو نادي الطيران؟ كان عمر صلاح في الفترة من الفترة كان عمر صلاح كنا قريبين أو من بعض الكلام ده في الفترة بتاعت التمانينات في الفترة الأخيرة بقى كان حسام غريب أساسي يعني إلى وقتنا هذا على طول احنا على تواصل مع بعض مش بقى حيث التلقلي ولا الزمالك لا لا خالص احنا ما بقى 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 حاوز أوصل بس لأستاذ المشاهدين ان مش التعاصب الموجود اللي بعض الناس عامله اللي قيبه مع بعض في الكورة وقرط اليد وقرط الطائرة وكل حاجة كلهم مع بعض لا بره لا الدنيا مختلفة حتى ما جاء فرز زمالك جاءت للإمارات نصمموا أننا نزل أتصور معهم في كانوا بلعبوا بطولة الشرق لازم تيجي تنزل تصور مع الفرز كنت أنا بس كالاتحادي كنت في الاتحاد سعيتها حقاتي كام بطولة مع منتخب مصر لا كتير برضو بطولة أفريقيا كتير تاني بحراء بيض واخدنا برضو بطولة العالم العسكرية مع كابت خليل زكي بس بطولة أفريقيا في الفترة دي كنا نحن مسيطرين عليها طيب بعد ناس بتقولك أن أفريقيا في كرة اليد ليش يعني من الفرق الكبير